وده من أكتر المسائل اللي محيرة البنات بالذات إن ممكن بنت تكون بتحب ولد ومصاحبه وتخرج معاه وتروح وبتيجي وأمها عارفة أو للأسف وكمان الوالد عارف فيبقى السؤال المحير ليه حرام ما بابا وماما عارفين كأننا مخطوبين بصوا يا جماعة أوامر ربنا في الشريعة نعين في أوامر فيها حقوق لله فقط مع العبد وفي أوامر حقوق لله مع العبد وللعباد أيضا فيها حقوق يبقى حق الله مع العبد وحق الله مع العبد وللعباد كمان زي الصلاة مثلا رقم واحد الصلاة والصوم ده حق بيني وبين ربنا بس فلو ربنا رضي أن يقول لي ما تصليش أو ما تصومش لو ما صلتش وما صومتش خلاص زي مثلا في السفر ربنا هو اللي قال لي افطر في السفر وبقى صوم بعد كده فعدة من أيام أخر ففي تراضي هنا صاحب الأمر صاحب الحق قال لي ما تصومش النهاردة أنت عيان أو مسافر أو قال لي خلي صلاة الظهر اتنين بدل أربعة أنت مسافر هذا حق الله لو في تراضي خلاص طيب الربا الرشوة حق الله وحق العباد يعني ايه يعني لو في تراضي بيننا أنا ماينفعش أفرض عليك رشوة عشان أخلص لك مصلحتك كده أنا بسرأك طب لو اتفقنا أنا وإنت تبقى أنت اسمك الراشي ولا اسم المرتشي طب وفي واحد هو الوسيط اللي ما بيننا اسمه الرائش التلاتة بعيد عننا بقى إن شاء الله التلاتة ملعونين طب ما احنا متفقين وكلنا رضيين ومبسوطين حق الله سبحانه وتعالى وكذلك مثلا الزنا ما ودي أجسامنا وإحنا حرين فيها وبالتراضي ما فيش اعتداء ولا اغتصاب بالتراضي قلت لأ هذه الأجسام ملكي لله أصلا ربنا في القرآن بيقول ألا له الخلق والأمر هو اللي خلقني هو اللي يؤمرني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مش عشان لجسمي هاختر اختيار عكس اختيار ربنا أنا ملكه ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالة مبينة فإحنا البنت لو حيرانة وبتقول طب ما أنا أهلي أمي وأبويا عارفين فين المشكلة لا هنا في حق لله سبحانه وتعالى والنظرة دي واللمسة دي وكلمة العشق دي أو ما فوق ذلك من التقارب ما ينفعش يتاخذ إلا بعقد شرعي الله يرضى عنه سبحانه وتعالى مع رضى الأهل كمان والراعي الرسمي وممول الأفكار اللي مرتبطة بالصحبية وتقارب الولاد بالبنات بطريقة ما تضيش ربنا هو الشيطان اللي ربنا قال عليه في القرآن في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الشيطان عينه على الغلط اللي بيخلي القلب يتحجب عن الإحساس بقرب ربنا والخشوع في الصلاة بسبب الأخطاء الجسدية عشان كده لو أنت حيرانة أو أنت حيران لو أهلي عارفين فين المشكلة لا وأنك حق ربنا سبحانه وتعالى يجب أن يراعى